اشتركوا في القناة بس يا ريت يا جماعة لو سمحتون ما تنسوش اللايك للفيديو بعد اذنكم علشان يوصل لكل الناس واكتر ناس تستفيد نهاردة ان شاء الله حعمل معاكم الجاتو شاتو بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقل الامكانيات واقل تكلفة يعني توفيره على قد اليد طلعت دست الجاتو من بطين وكوباي دقيق واحدة نبدأ باسم الله المأدير وازاي حضرناه مع بعض انا معايا هنا كوباية من الدقيق وعليها زرة ملح بتحط الملح على طول عشان ما تنسيش ونص كوباية من الكاكاو الخام وكوباية زيت وكوباية حليب بيكون دافي ومعايا بطين ومعايا كوباية من السكر وبيكنج بودر وفانيليا نبدأ باسم الله هنشتغل في الخلاط الكهربائي بتاعنا جبت الخلاط وحطيت الكاكاو وعليها الزيت والسكر وكوباية الحليب الدافية هحطه نصها وحخلي نصها وحنزل برشة فانيليا وحخلطهم كويس جدا مع بعض طبعا الخليط دا بعد ما شايفينه السمك بتاعه بتقيل ازاي هاخد منه كوباية وححطها في التلاجة على جنب الخليط دا هو اللي هيبقى السوس بتاع الجاتو بتاعنا سوس الشوكولاتة زي ما احنا شايفين ما بعض شايفينه تقيل ازاي لان انا ما حطيتش سائل كتير انا حطيت نص كوباية اللبن الحليب الدافية وليه دافية؟ دافية علشان تساعد على دوابان السكر لان السكر بتاعي سكر خشن خرز عادي تمام؟ ادي شكل السوس بورهول كتقيل ازاي هجيب بقى المقادير واضفها على بقية الخليط الموجود معايا في الخلاط حطيت باللبن وحطيت البيض وحط رشة تانية من الفانيليا علشان هنا اضفت البيض وحخلطهم كويس جدا وجبت البولة بتاعتي وحنزل بالخليط بعد ما اضربته في الخلاط كويس جدا وبعد كده حنزل بكوباية الدقيق طبعا في المرحلة دي بكون مولعة الفرن بتاعتي تسخن على ما اكمل واجهز خليط الكيك او الجاتو بتاعنا حضيف باكت البيكنج بودر على الدقيق وانا بقلبهم كويس جدا مع بعض بخلطهم كويس جدا ببقى محضرة السينية بتاعتي حعملها في السينية مستطيلة علشان حقطعوا مقاسات او على شكل الجاتو قطع مستطيلة معفرها طبعا برشة دي بعد ما مسحتها بمسحة سمنة او زيت اي مادة دهنية عندك بتعفريها برشة دي او بتفريدي عليها لو مش حابك كده متوفر عندك ورق زبدة بتفريدي ورقة زبدة في السينية بتاعتك وبتحط عليها الخليط بتاع الكيك وبتوزعيه بالطريقة دي تفريدي تمام وبدخلها الفرن على الشبكة اخدت من تلت ساعة لنص ساعة بتحطي فيها الخلة بتاعت السنان التوس فيكسا الخشبية بتطلعون يضيفة يبقى خلاص الكيك بتاعي تمام هنا خرقتها من السينية بعد ما بردت تماما وبعد كده بسقيها بعصير كمبوت كان متوفر عندي علشان يدي الكيك بتاعي تراوة انا ما فتحتهاش وحشدتها الجاتو شاتوم مش بيتحشي هو بيتحط عليه السوس الشوكولاتة بتاعه اللي احنا شناه في الاول وبيتقدم جاتو شوكولات تمام انا بعد ما غطيته بالسوس بتاعه كله بقطع الجناب دي طبعا الجناب كلها بتاعة الكيك بتاعي بشيلها يعني عشان شكل جمالي وكمان لو نشفة احنا عارفين ان الجناب بتاعة الكيك بتطلع نشفة من الفرن شلتها كلها وحبدا ان انا اقسم قطع الجاتو على حسب المقاس اللي انت حباه عايزها كبيرة عايزها صغيرة عايزها جاتو يبقى صغير جاتو سواري كل ده بيبقى في ايديك وانت بتقطعيه بس كل مرة وانت بتقطعي بالسكينة بتمسحيها بمنديل مطبخ تمام طبعا بعد المرحلة دي دخلتات تلاجة قعدت ساعتين لحد رسوس الشوكولات ما مسك فيها شايفينه شكله ازاي تقدر تقدميه على كده يعني هو الجاتو شاتو بيتقدم كده تمام بدون ما تزوقيها باي حاجة تانية لو مش متوفر عندك متوفر عندك بقى الكريم شانتيه شوكولات شيبس شوكولات فورموسيل الوان اشتغلي وعملي اللي انت حباه انا بعد ما ستها طبعا في التلاجة مسك شوية فيها بالشكل ده خرجتها وعملت كريم شانتيه شوية صغيرين مش كتير وعملتهم شكل الكافي ده حطيت معلقة من السوس بتاع الجاتو على الكريم شانتيه والداني اللون ده تمام عملت وردات بالقومة الحلواني الصغير بتاعي ده بالطريقة دي وحعمل زجزاج اشكال بقى يعني ده طبعا التزيين ده في ايديكي انت وعلى حسب رغبتك وزي ما قلتلك ممكن ما تشغلي شبالك خالص وتقدميه سادة بالسوس بتاع الشوكولاتة بتاعه هو كده بيبقى خلص تماما وعلى التقديم انا كان متوفر عندي الكريم شانتيه فحبيت ان انا ازين الجاتو وأغير من شكله شوية او اكثر تعم الشوكولات اللي فيه شوية بعد كده كان عندي برضو كرز حطيت كرز فيه وقدمته وبقى عندي دستة جاتو من عدد اتنين بيضة ومن كباية دقيق يعني حاجة بسيطة جدا في متناول ايديكي تقدري تعملي جاتو شاتو طعمه حلو جدا شاهي جدا وحيجي بولادك ان شاء الله وزي ما قلتلك وفري ودبري وعملي كل حاجة بيديكي وباقل الامكانيات قدمي اشهى واحلى الاكلات ودايما معايا باذن الله طعم اكلك مختلف طعم اكلك كل يوم في حاجة اقتصادية ولزيزة وشاهية في نفس الوقت يا رب النهاردة اكون اتوفقت ان انا قدم لك فكرة جميلة وهي اساسا متوفرة في كل يعني متوفرة على اليوتيوب مش اختراع بس حبيت ان انا النهاردة اعملها معاكم ما تنسوش اللايك يا جماعة للفيديو والاشتراك في القناة كانت معكم لونالحجيري للا اول مرة شرفني صحيتين وهنا على قلبكم يا رب اشتركوا في القناة